عمليات عسكرية وغارة جوية مكثفة تنفدها قوة التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مواقع وجيوب تتحصن فيها جماعة أنصار الله الحوثي في العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية التي تتخذ منها مركزا لاستهداف الأراضي السعودية بصواريخ باليستية التحالف أعلن فجر السبت تنفيذ ضربات جوية استهدف من خلالها معسكر دار الرئاسة الذي يشكل مصدر تهديد مضيفا أن الغارات تمت بعد عملية استخباراتية دقيقة ورصد تحركات لنقل أسلحة نوعية في العاصمة التي يسيطر عليه الحوثيون منذ أزيد من سبع سنوات ولمأرب حظ من الغارات لم يكن بأقل من صنعاء حيث أعلن التحالف أن عملياته الستة عشرة على المدينة في الاربع والعشرين ساعة الأخيرة خلف مقتل تسعين عنصرا من جماعة أنصار الله الحوثي ناهيك عن تدمير عشرات الآلية العسكرية التابعة لها أمام هذا الوضع الذي ينذر بوأد المصارات التفاوضية عرب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جراندبرغ عن قلقه بشأن التصعيد العسكري في مأرب والساحل الغربي لليمن والتي من شأنها أن تضاعف من معاناة المدنيين مشددا على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لإقناع جميع الأطراف بضرورة تسوية الخلافات على الطاولة المفاوضات اشتركوا في القناة